أكد وزير الخارجية سمح شكري أكد أن مصر بدأت التحضير لمؤتمر كاب 27 موزن نهاية النسخة السادسة والعشرين في مدينة جلاسكو البريطانية وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أوضح شكري أن مصر أبدت اهتماما كبيرا بقضايا المناخ مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تمثل شرفا ومسؤولية التحضير زي ما تفضلت سيادتك تم منذ نهاية كوب 26 في جلاسكو وعندما أعلن عن استضافة مصر وهذا شرف تحظى به مصر لما أبدته عبر السنين من اهتمام ومسؤولية تجاه قضايا تغير المناخ هو شرف ومسؤولية مسؤولية أن نقود الإطار المتعدد للأطراف في قضية بهذه الأهمية قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم وبالتأكيد أنها تمس الدول النامية بشكل رئيسي وجوهاري كان من الأهمية أن نطلع بالتنصيق مع فريق العمل البريطاني ولكن في ظروف مغيرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية التي نشأت وتبعات ذلك في الإطار الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع الأسعار والتدخم وكل التدعيات السلبية المتصلة بهذا الأمر شكرا